بكرة كمان فيها ضفة مهمة جدا انا شايف ان حمد فتحي بقى ادوار هيعملها هجومية اللي كان يعملها امام عشور هياخدها هو بكرة لما تشوف حمد فتحي في العمكة كمان هيبقى قوة كبيرة اوي مع مستوى محمد انا بالمناسبة دي اريد اسألك على التشكيل الامثل من وجهة نظرك المباراة الانتقال ابو جبل محمد عبد المنعم وحجازي محمد هاني حروح لفتوح لو مش هنحطه في النص ونغير طريقة اللعبة حروح لفتوح برضو ماشي على امل يكون اكثر جاهزية يعني حروح لمروان طبعا وححط معاه حمد فتحي لا انا بحط مهند لاشين مش انا اقمن اكتر واحط النني انا عايز يعني التشكيلة بقى ادفاعي اكتر شوية وقدام هحط اختار تريزي جي وعمر مرموش ومصطفى محمد حلو ماشي محمد ابو جبل محمد هاني احمد حجازي محمد عبد المنعم محمد حمد ماروان عطية محمد النني حمدي فتحي احمد سيد زيزو مصطفى محمد امر مرموش تريزي جي ما ينفعش اخساره من اول مباراة طالما انا معايا ورقة قوية على الديك وبتنزل بتعمل طاقة ايجيبية وبتعمل تأثير قوي ما ينفعش اخساره الكيميا مشى عجبك انت ورقة تريزي جي انا مدام الدنيا مشى وكيميا مشى معاها زي جدو مجدو تقلق وجبر بعد تجوان لحد قبل النهائي الكابتل حسن شحة العبو راسحال ملعبوش انزل يا باشا وانت لكاسبنا البطول صحيح الكيميا مشى فانسيب صحيح